اهلا بكو اصدقائي اليوتيوب طبعا زي ما نتشايفين الاسعار عمالها تتقبط فيه بتطلع وتنزل فيه هنتكلم على اخبار العملات الرقمية وفيه عملتين طلعوا انطلاقة قوية جدا يومين اللي فاتوا دول والنهاردة ومبارح وأول مبارح ارتفاع صاروخي وعملات رخيصة وحنتكلم على اخبار العملات الرقمية وسبب الهبوط من ضمن اسباب القوية اللي حصل فيها الهبوط مش بس الفيدرالي الامريكي بس تصبروا معايا لنهاية الفيديو فيه اخبار مهمة يا جماعة لازم نعرفها ونركز فيها قبل ما نبتدي نفكركم ودعموكم من القناة بعمل لايك شير الفيديو واشتراك في القناة لو حبيته وتفعل الجرس وصالك كل الفيديوهات الجديدة وتقروا بعينها سندول وصلت تحت الفيديو فيه لينكات معلمات مهمة لكم ولينكات المنصات تداول عملات رقمية زي كيو كوين ومناصة باينانس احذروا من اللينكات المزيفة للمنصات تمام نبتدي عشان ما طولش عليكم كبير ماركت يا جماعة الهبوط بيكون اكتر من الصعود تمانية وعشرين معنى كده ان فيه خوف حتى الان واحتمال الخوف يقل لابتداء من بكرة احتمال لسه هنشوف الوضع شكله عامل ازاي الاخبار بتاعة العملات الى حد ما اسعار الكي سي اس عملة منصة كيو كوين عملة تسعة دولار عملة البيتكوين طلعت بتاعت نزلت عن العشرين الف دولار بتاعت تطلع تاني عشرين الف دولار الايسيريام عامل 1486 دولار فده طبعا سعر مغري جدا للشيرة والاكس ار بي عامل 33 سنت والبي ان بي عملة منصة بينانس عاملة 281 دولار تمام الاسعار مغريح زي اوكازيون كده الاسعار ابتداء الاسعار السروات بتتحقق من الاسعار المستقبل بتتحقق من الايام دي ركزوا يا جماعة في الاخبار اللي حنقول اخبار مهمة تماما اول عملة هنتكلم عليها عملة طبعا اي كاش عملت صعود حوالي 100% نبارح للنهارده كانت عاملة 4.036 عاملة طلعت فوق ال4.064 ونزلت تاني عملت تصحيح بقت دلوقتي 4.046 دي فجأة كده وبيقولك فيه تطور في العملة فى ذلك ان فيه حصل ارتفاع قوي فى العملة تمام طبعا العملة لونة�كلاسك يا جماعة عمل ت gezeigt برضو اليمين اللي فاتوا ده عمل بيقولك فيه برضو تطوير فى عملة لونة كلاسك فدا ابتدى يحصل حرق ودعم من Beiنانس لونة كلاسك فده حصل ارتفاع قوي فى العملة اليومين اللي فاتوا دؤوا تمام دول العملتين نتكلم ratios ونتكلم بقى على الاخبار المهمة وايه اللي بيحصل في السوق بالضبط او الخبر نتكلم على الخبر ده شارلز هسكنسون المؤسس لكاردانو بيكلم على تعليقه على إيه اللي بيحصل في السوق وليه العملات الرقمية بتتدمر ووجهة نظره بالنسبة للبنوك بيكلم على اللي الفيدرالي كان سبب في تدمير الأسهم سوء الأسهم سوء العملات الرقمية وبيكلمه على في واحد اسمه رون باول رون باول اللي هو ده ده كان في الكونجرس عضو في الكونجرس السابق في تيكساس بيكلم على كان قال من سنين خطة الفيدرالي بيبقى دايما ليه اتجاهين يقولك الخطة الأولى ركزوا في الخبر ده يا جماعة ليه علاقة بحاجات كتيرة هنتكلم عليها بعد كده في المستقبل لحل المشاكل فيه اتجاهين يا إما انت بتموت الاتصاد بتقتل الاتصاد عن طريق انك بترفع الفايدة بتموت الاتصاد عن طريق بترفع الفايدة يا إما الانفليشن أو التضخم بيستمر وبتموت العملة هما ليه الاتجاهين يا بيعمل كده يا بيعمل كده فهو الفيدرالي جورن باول قرر انه يقتل الاقتصاد عن طريق رفع الفايدة هو اختار كده يقتل الاقتصاد بحيث ان العملة يحتفظ بقيمة العملة للدولار ولكن يموت الاقتصاد عن طريق رفع الفايدة فهو ده اللي بيحصل دلوقتي ليه علاقة بموضوع شواب اللي حنتكلم عليه كلاوس شواب اللي هو مؤسس World Economic Forum والخطط بتاعتهم لعمل فقر عالمي ان الشعوب تبقى فقيرة فده دي الخطة بتاعتهم يا جماعة في دلوقتي بيدمر لكتصاد العالمي مش بس امريكا بيدمر لكتصاد العالم لان كل العالم مستثمر مع بعضه يعني في دول من الصين وروسيا مستثمرين في الاسمف الأمريكية وفي العملات الرقمية ففي حاجات هم مستثمرين عند بعض فأي انهيار في الدول العظمى بسبب انهيار اقتصادي في دول تانية وطبعا الدول الفقيرة والدول النامية والدول زي مصر ودول كتير في الدول العربية مثلا بتتأثر جامد وبيحصل لهم بيزيد الفقر هو ده السبب بتاع الكلام هو بيكلم على بيقولك حتى هنا بيكلم على تشارلز هسكنسون بيكلم على عدم الثقة في البنوك المركزية البنوك المركزية لابد ان احنا ما نثقش فيها في منطقة الخطورة البنوك اصبحت عدو للشعوب البنوك المركزية فده بيتكلم فعلا كلام صح تعالوا نخش بقى في موضوع نتكلم في موضوع تاني بالنسبة ليه هنا كان XRP بيتكلمه هناك الفيديو ده بيقولك ان الناس والشعوب هتعرف في المستقبل ان السوفت ده نظام فاشل وهو احسن الخلاص للعالم في موضوع الاموال والكلام ده عن طريق الريبل شركة الريبل والXRP ده بيتكلم على كده المستقبل ليه شركة الريبل والXRP تمام انا مش بعمل دعاية يا جماعة بفلوس لحد انا بقول لكم الاخبار بس شركة الريبل اخبارها كتيرة دايما طيب الخبر ده بيتكلم على سيزي باينانس بيأكد تاني غير ان البيتكوين بزيرو فيه بيتكلم على يعني عمولة بيتكلم على إثيريام زيرو ليه للإثيريام عن طريق البيوز دي عملة منصة باينانس تمام الدولار اللي هو السبتة يعني بتتعامل تعملت بيوز دي واشتريت او باعت إثيريام العمولة بتبقى زيرو طيب نتكلم بقى على الخبر ده كان فيه خبر ده كن كلنا سمعنا عنه وايه الاحداث بتاعته ده كان سبب في هبوط البيتكوين وبالتالي رأس العملات الرقمية والبيتكوين لما حصلني يرف بسبب الإشاعات اللي حصلت فيه إشاعات يعني الخبر ده عبارة عن بيقولك فيه إشاعات حصلت وبانيك بانيك يعني بانيكة بالروسي باللي هي بالعربي هلع عند الناس بسبب الخبر ده فحصل هبوط في البيتكوين وده أثر على بقية العملات الرقمية حصل لها هبوط أيضا الخبر ده بيقولك ايه انهارت بورسة ماونت جوجيكس مع مئات الالاف من عملات بيتكوين منذ ما يقرب من عشر سنين وبعد إجراء قانوني مطول للتعامل مع الأموال التي تم استرتادة على حقا من البورسة أعلن أمين إعادة التأهيل المعين يوم يوم 6 يوليو أنها يستعد لتزديد المدفوعات للدئينين من البيتكوين وفي الوسائق في ذلك الوقت حدد كوباياشي نهاية أغسطس كفترة مرجعية قد تبدأ خلالها بعض المدفوعات الأولية وقد نص جزء منها على ما يلي بعد المناقشات مع المحكمة وفقا لخطة إعادة التأهيل يخطط أمين إعادة التأهيل للتحديد للتعيين وما إلى ذلك تكون الفترة المرجعية للقيود مع نهاية شهر أغسطس تقريبا كان البيتكوين عند الناس متجمد عندهم كمية بيتكوين وكان البيتكوين ساعتها من 10 سنين كان حوالي أقل من 500 دولار ففجأة حيدوا الناس البيتكوين اللي كان محجوز فكان فيه دفعة ب137 ألف بيتكوين عايزين يطرحوها للناس وكان ساعتها أقل من 500 دولار فطبعا اللي هياخد البيتكوين حاليا حيبتدي بيه على طول بس فيه حاجات قالوها بقى المحللين وفاهموا الكلام ده إن الده مش حيقصر على السوء يعني فيه المحلل ده بيقولك داني ديفن بيقولك إن الكمية 137 ألف بيتكوين مش حيدوها مرة واحدة وحيدوها على دفعات فدي مش حتأثر على السوء وواحد تاني برضو كان متدول اسمه جشوة روجر قالك لو تم بيع المخزون الكامل وعملات بيتكوين للبورس البقاء ده دفعة واحدة فإن ضغط البيع الناتج لن يخلق نوعا من الأحداث المراوعة لتصورها البعض يعني حتى لو حصل بيع جماعي للمبلغ ده مش حيسبب أوي بتأثير كبير أوي في السوء تمام وفيه طبعا المحلل المعروف اللي هو ده مايكل مايكل فاندي بوب بيقولك هو أحد المساهمين برضو في الكلام ده بقى بيقولك إن الخوف من إطلاق عملات بيتكوين الخاصة بماونت جوجيكس ليس لديه ما يبرر على الأرجح يعني بيقولك مفيش خوف يعني مفيش حاجة تستدعي الخوف ده يا جماعة وبعين حتى هو بيقولك هنا بيقولك برضو نفسه مايكل فاندي بوب بيقولك أجلوا تسليم الناس البيتكوين وهيعملوه على دفعات يعني مش مرة واحدة حتى اللي هياخد البيتكوين يعني لو كنت شاري مثلا واحد ناس أنا لو مثلا كنت شاري عندهم عندي هيدوني اتنين بيتكوين تلاتة بيتكوين هبيع جزء من البيتكوين وهيخلي الجزء للمستقبع ماهو الناس اللي شاريين من بيتكوين من زمان عندهم عملات رقمية حاليا وموجودين في السوق هو عارفين ان البيتكوين هيغلق فهما مش هيبيعوا البيتكوين اللي عندهم فيه ناس حتحتفظ بالبيتكوين لما يغلق عشان بيعوه يعملوا جني أرباح وفيه ناس حتبيع على طول وفيه ناس حتستنى فمش هيحصل بيع جماعي للبيتكوين لما يستلموا هو بس عبارة عن إشعاعات وأخبار وهلع عند الناس فالناس بتبتدي فيه الحتان بتستغلي الأخبار دي فبتدغط على الناس الخوافة ويبتدوا يبيعوا بخسارة أو يبيعوا بسعر قليل خايفين ان السعر ينزل أكتر فحصل بيع جماعي البارح وأول مبارح فحصل هبوط في الأسعار بتاعت العملات رقمية بالإضافة لموضوع الفيدرالي اللي هو عايز يدمر الاقتصاد عن طريق رفع الفايد وبيخوف الناس وبيقولهم حيحصل آلام كتيرة للفترة الجاية يعني عايز يرفع الفايدة بطريقة كبيرة فده مع ده أثر فيه هبوط جماعي لعملات رقمية فده اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول أنا بقول إنه هو الصبر اللي حيصبر هو اللي حيفوس في المستقبل لأن بمجرد ما حنخرب من البير ماركت العسعار حتولع أكتر من الأول بكتير غير إنه حتى الفترة دي عبال ما يبس يطلعوا نسب الفايدة دي يرفعوها كذا مرة وإذا السوق يبتدي يستقر هتبتدي الأسعار تتحسن حتى لو إحنا في بير ماركت بس بمجرد ما نخرج من البير ماركت وأنا أعتقد إن السنة الجديدة سنة 2023 حيبتدي نخرج من البير ماركت أنا أعتقد نهاية العام أو أول العام الجديد على مارس بالكتير حنكون خرجنا أعتقد دي وجهة نظر الشخصية ممكن أكون ألطان ممكن أن يكون خرجنا من البير ماركت هتبتدي الأسعار تعمل ارتفاعات قوية جدا ونعمل كلنا جاني أرباح قوي جدا بس أهم حاجة نصبر يا جماعة الصبر دايما خير أنا آسف إن أطولت عليكم بس قلت أطمنكم فعلا الأخبار اللي أنا شايفها جيدة والتحليلات تحت المحللين جيدين جدا فده بيدينا أمل دايما إن إحنا نصبر ونستسمر أكتر وندعم حفظنا أكتر لما بيحصل هبوط في الأسعار النهاردة فيه لابتدت الأسعار ترتع بس كلي بالكو الصعود ده صعود الويك اند عطلة نهاية الأسبوع أنا ما بخدش دايما بعطلة نهاية الأسبوع عشان ممكن يبقى في ارتفاع كاذب أو هبوط كاذب هنعرف ابتداء من بكرة إيه اللي هيحصل في السوق وأنا معكم يوميا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة سلام يا جماعة